في تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة في خانيونس مباشرة معنا بشير جبر مرسل القاهرة الإخبارية التحية لك بشير قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف في آن واحد مناطق متفارقة في مدينة غزة وتقصف في نفس الوقت أيضا مخيم الجبالية بشمال القطاع فماذا عن الجديد والمستحدث في تطورات الميدانية على الأرض؟ تحية لك حساني يعني بيئة الفعل هي غارات متتالية وآنية في ذات الوقت في أكثر من مكان في قطاع غزة دعنا نبدأ بالحديث من مخيم النصيرات حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل منزلين هذين المنزلين يعودا لعائلة أبو أمونة وعائلة صيدام يوجد في هذين الاستهدافين ما يزيد عن تسعة شهداء والعشرات من المصابين جراء هذه الغارات القوية والعنيفة التي استدفت تلك المنازل سابق هذا القصف أيضا قصفا استهدف مجموعة من المواطنين على مدخل بلدة الزوائد في ذات المحافظة الوسطى الأمر الذي أدى إلى ارتقاء شهدين وعدة إصابات نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح لتلقي العلاج إلى ما ذلك أيضا لا زالت المدفعية الإسرائيلية تقوم بقصف عدة مناطق في المحافظة الوسطى منها مخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات هذه القذافة المدفعية تتساقط بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم بالحديث عن ما يجري في مدينة غزة أيضا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في حي الصبر الذي يقع في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة مستهدفة منزل يعود لعائلة تغمش في هذا المنزل ارتقى ستة شهداء ولا زال هناك أيضا مجموعة من المفقودين أسفر ركام هذا المنزل المدمر الذي يقع بالقرب من المستشفى الميداني في منطقة حي الصبر في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة إذا منتقلنا بالحديث عن المنطقة الشمالية كذلك لمدينة غزة قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا آخر يعود لعائلة نصر هذا المنزل يتواجد بداخله أعداد كبيرة من الفلسطين على الأقل هناك أربعة شهداء والعشرات من المصابين جراء هذه الغارات في شمال القطاع حديثنا هنا عن جباليا بيت حانون وبيت لاهية التي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية موسعة منذ ما يزيد عن 26 يوما تلك المنطقة لا زال تتعرض إلى قصف مدفع متواصل كذلك قصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه أكثر من منطقة في جباليا وجباليا النازلة منطقة بيت لاهية وأطراف مدينة بيت حانون هذه الغارات خلفت عن أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين الخطير في ذلك بأن هناك العشرات من الشهداء والمصابين الذين لا زالوا في شوارع تلك المنطقة لا يوجد أي من التواقم الإغافية تستطيع الدخول إلى تلك المنطقة نظرا بأن الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع من الآن أجبر التواقم الإغافية على النزوح من شمال قطاع غزة وباتت تلك المنطقة لا يتوفر فيها أي من التواقم الدفاع المدني أو سيارات الإسعاف حتى تقوم بمهامها الإنسانية في انتشال المصابين والجرحى والشهداء من أماكن التي تتعرض للقصف حتى المستشفيات في شمال قطاع غزة باتت متوقفة تماما مستشفى تمال عدوان الوحيد الذي يتبقى ويقدم القليل من الخدمات في شمال القطاع بات لا يستطيع تقديم هذه الخدمة في ظل النقص الحاد في عدد الأطباء الاستهداف المتكرر لهذا المستشفى والذي كان آخرها في صبيحة هذا اليوم الأمر الذي أدى إلى حتى استهداف مخازن الأدوية وغرف الأكسوجين في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة مع هذه التطورات المتلاحقة والتوسع في الضربات الإسرائيلية في أكثر من مكان في قطاع غزة سوف نكون معك بالضرورة عندما كناك جديد أشكرك مباشرة من خانيونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية